اشتركوا في القناة ايان كان فين في مصر في تونس في جنوب افريقيا في المغرب في الجزائر الاهلي بيروح وعينه على الثلاث نقاط وعينه على المكسب واعتقد ان ان شاء الله مع فيلر ان شاء الله الامر يكون يعني مطمن بكل جمهور الاهلي يكون مطمئن وان شاء الله كده الاهلي يرجع بالثلاث نقاط علشان تكون بداية جيدة لمشهور النادي الاهلي في بطولة افريقيا طيب هنروح للخبر التاني والخبر طبعا الاخبار المسائي اكيد كله بيتكلم عن مباراة النجم الساحلي لكن الكلام اللي انا عايز اتكلم عليه في كل الاخبار اللي بعد كده هنتبعها وهنشوفها حتى في معظم الجرائد المصرية وهو اصابة محمود متولي لكن ما في شك ان العنوان اكيد مهم جدا الاهلي يرتب للمعترك الافريقيا واكيد معترك واكيد هي ملحمة قوية جدا ما بين اتنين من الاندية الاقوية جدا سواء النادي الاهلي او النجم الساحلي التونسي مباراة تكون مهمة في اخر الشهر طبعا فترة طويلة جدا سواء عندنا توقف في بطولة الدوري او حتى يعني الاهلي حتى عمل معسكر واحد وده الاستفاد منه الاهلي في الفترة الحالية لكن الاهلي هيعود ان شاء الله من بكرة عشان يستعد بشكل احسن واستعد بشكل افضل من بداية الموسم خطوة جيدة للمدير الفني والجهاز الفني انه هو يقف على كل لاعب ويقدر انه هو ياخد ويعدل الاحمال البدنية للاهلي كان ماخدها من الموسم الماضي وزي ما حضركم عادفين انه كل مدير الفني بيكون عنده فكر معين وتاكتك معين يحب ينفزه على لعبته ففرصة كويسة ان العادف النادي الاهلي تحاول انها تحفظ التاكتك اللي ان شاء الله هتنفذه في لقاءات القادمة وبالاخص لقاء النجم السحلي لكن اصابة متولية وتأكد غيابه خمس اسابيع الكلام ده يعني اتكلمنا فين بارح في الاهلي الليلة وقلنا ان موضوع محمود متولية يا جماعة باختصار انه لما كان موجود في دوباي مع النادي الاهلي عمل اشعة علشان يتأكد من مدى وقوفه على الاصابة وبالتالي عرض النادي الاهلي محمود متولية على الطبيب علشان يسمع كلامه ويشوف مدى التأهيل اللي وصله محمود متولي وبالتالي الدكتور نصح محمود متولي ان هو يعني يعجل شوية او يتأخر شوية عفوا في النزول الى الملعب الى 3 اسابيع علشان يكون ضامن 100% ان اللاعب لما ينزل ارض الملعب ما يكونش عنده اي اصابات او ما يكونش عنده اي يعني ردود افعال سلبية بسبب الاصابة طيب علشان كيف اقول لكم ان محمود متولي ان شاء الله هيكون 3 اسابيع ان شاء الله غيابه عن النادي الاهلي مش 5 اسابيع زي ما هو مكتوب فيه الصحف والجرائد المصرية لكن ان شاء الله محمود متولي يعود علشان لما يعود من جديد يكون واحد من اهم اللاعب اللي موجودة في خط الدفاع النادي الاهلي طبعا محمود متولي كانت صاب في اللقاء السوبر الاخير امام نادي الزمالك واللي من خلاله غاب 5 اسابيع وبعديها هيغيب 3 اسابيع علشان تبقى الحصيلة 8 اسابيع ان شاء الله زي ما اقول لحضراتكم ده كان خبر كمان في المص اليوم نفس القصة صدمة في الاهلي عدوان كبير جدا معنوان يعني ما اعتقدش انه صدمة خالص الاهلي الحمد لله لعنده صدمات ولا عمره هيكون فيه صدمات لكن زي ما بقول لحضراتكم هو الموضوع بالتنصيق مع الاطباء سواء اللي كان في الامارات او الدكتور خالد علشان بس بدل ما محمود متولي بدل ما محمود متولي ينزل في الوقت الحالي وهو ما عندوش اي ارتباطات مع النادي الاهلي وترجع له الاصابة مرة اخرى لا محمود متولي ان شاء الله هيرجع ولما يرجع هيرجع كويس جدا 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 علشان يستفيد منه النادي الاهلي فيه لقاءه امام النجم الساحلي ويستفيد منه فيه لقاءاته في بطولة الدوري المصر الممتاز وكمان عشان منتخب مصر فيه المشاويرة القادمة فيه البطولات الافريقية وتصفيات افريقية ويكون جاهز ان شاء الله نادي الاهلي زي مع رقم 2000 عنده في كل مركز يعني بدل البديل اثنين وثلاثة وكلهم على اعلى مستوى كلهم كفاءات وبالتالي نادي الاهلي عمره ما بيقف على لاعب لكن كل لاعب الاهلي مهم وده شيء مهم جدا احمد فتح يستقر على تجديد عقده خلاص موسم واحد يعني دستور كدبا كده لكن اكيد طبعا كل الاخبار الموجودة حاليا هي كلها اجتهادات لكن الاخبار هتظهر في الوقت المناسب هتظهر لما الاهلي و احمد فتح يحبوا يعلنوا عن التفاثيل الخصر تجديد عقد النجم والجوكر احمد فتح اكيد الاهلي يتمنى ان شاء الله انو يختم مشواره في النادي الاهلي والناد الأهلي كمان يحب أن أحمد فتح يخطي مشواره هو كمان في الناد الأهلي علشان كده أكيد للطرفين يعني مش يكون ما بينهم أي مجدلات أو أي اتفاقات هيتم يعني تخليص الأمر في أسرع وقت ممكن علشان يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب لمجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري شايفه بالنسبة لأحمد فتح طبعا جورنان الشروك خبر أنه ميستر فيلر بيتابع آليو ديانجي في بطولة أفريقيا وأنه أشاب به بعد لقاء أمام المنتخب الوطني المصري في أولى المواجهات في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة آليو ديانج واحد من أهم اللعيب الموجودين مع المنتخب المالي وكلنا نعتقل أنه هو هيكون أحد الركاز المهم للناد الأهلي خلال الفترة القادمة جريدة روزة ليوسف تتكلم عن رحلة الأهلي في تونس وكلنا تكلمنا عليها وخلاص عرفنا ترتيبتها لكن جهاز فيلر ويذاكر الجونة والنجم قبل انتهاء فترة التواقف ما فيه شك أن الجهاز الفني بيذاكر كل الأندية وكل المواجهات القادمة علشان يكون جاهز بالناد الأهلي ويكون جاهز أيضا بكل اللعيب الموجودين سواء اللعيب الموجودين مع المنتخب الأولمبي أو حتى موجودين مع المنتخب الأول أو حتى اللعيب الموجودين حاليا تحت القيادة الفنية لازم لما الكل يرجع يكون جاهز ويكون تحت أمر الجهاز الفني أي 11 اللعب يكونوا موجودين وأي 7 يكونوا موجودين على مقاعد البودلاء يكونوا جاهزين ويكونوا قادرين على إحداث الفارق للنادي الأهلي داخل الملعب جريدة المساء الأهلي يفتح الملف في الأفريق يتكلمنا عليه ما فيش أي مشكلة الأهلي إن شاء الله يرجع بالثلاث نقاط ويرجع موفق دايما إن شاء الله كمان اعتماد قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم كلنا تابعنا بقالح في الأهلي الليلة مدخلة الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي هو بيناقش مع حضراتكم قرارات مجلس الإدارة ومن أهمها طبعا أكيد استاد النادي الأهلي للبشمانس محمد سراج هيغادر القاهرة في نهاية الشهر الجاري علشان يحضر مؤتمر في وامبلي وحرككم عارفين طبعا وامبلي وعظمة ملعب وامبلي والتكنولوجيا الحديثة اللي موجودة في وامبلي وإن شاء الله لما يعود أكيد يكون في تنصيق ما بين مجلس الإدارة وما بين البشمانس والدكتور محمد سراج علشان يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بملعب وأستاذ النادي الأهلي الأهلي يتحفظ على قرارات اتحاد السلة طبعا قرارات أكيد طبعا الكل شافها يعني كلنا شفنا أحداث الشغب لكن يطرى من هو المتسبب في أحداث الشغب ومن هو المسؤول ويطرى الأهلي وطرف هذه المشكلة ولا تحدث سلة لما يجي يناقش قرارات لابد من أن يكون عادل جدا في طرح العقوبات والقرارات ما ينفعش يتم المساواة ما بين الأهلي وبين الزمالك ما بين من بدأ المشكلة ومن يحاول احتواء المشكلة الزعر اللي كان موجود في النادي الأهلي في المقرب الجزيرة ما بين الأعضاء عشان صارت الأهلي اللي كان على المباراة زي ما حضركم عارفين في قلب النادي الأهلي الأعضاء اللي كانوا موجودين وسيدات ورجال وأطفال كلهم كانوا مغضوطين من المنظر ومن الأحداث المؤسفة اللي كانت موجودة لكن الأهلي هيتظلم ولو في جهة أخرى بالقانون وباللوايح الأولمبية أكيد هالجناد الأهلي إلى هذا الطرف الجمهورية يعني ما فيش كلام نعلق عليه غير يعني بدء تجهيز الرحلة لتونس وأربع أفارقة على باب الأهلي أربع أفارقة طب هم مين؟ الأهلي عنده أورادي أربع أفارقة طب هل الأهلي هجيب أفارقة مش هيعيدهم مثلا؟ يعني كلها اكتهادات أكيد ويعني الزملاء العزاء صحفين طبعا من حق أمن هم يكتهدوا من حق أمن هم يكتبوا إحنا من حق أمن إحنا نعلق ونقول لكن في الأول وفي الآخر الأهلي لما بيكون عايز يعلن أو بيكون حد عايز يعرف عنه حاجة محدش بيعرف غير في الآخر يعني هتقولي كده أي حاجة حصلت الأهلي أو الصحافة عرفت قبل أي حد الوفد مجلس الأهلي يعلن الحرب على تحادثة لا يمش الحرب ما فيش حرب في الرياضة هي أخذ الحقوق يعني ممكن يشيل كلمة الحرب وأنه يقول المجلس الأهلي يعني يعترض على العقوبات ويحاول أنه هو ياخد حقه بالقانون وبالعدل لكن الحرب دي كلمة كبيرة قوي على النادي الآلي النادي الآلي عمره ما بيخش في حروب النادي الآلي دايما هو مثال الأدب والإحترام والأخلاق في كل الرياضات وكي طبعا كله عارف أنا لا بزايد ولا بتكلم كلام غريب ولا كلام جديد دا كلام معروف عن تاريخ وأعظمة النادي الآلي إنه هو دايما بياخد حقه بالقانون بالمناسبة كمان عايز أتكلم على قرارات مجلس الإدارة إن من أهمها أيضا إن صريف إن لعب كليبالي اللي هرب من نادي الآلي وهرب من نادي الآلي وراح على سكوتلندا بعدين راح على النجمة الساحلي أعتقد إنه خلاص تم الاتفاعل على تزديد العقوبة بالكامل لصالح النادي الآلي علشان يحق لي اللعب بعد ما يتم تسوية المبلغ بالكامل ودي أيضا من أهم الحاجات اللي نادي الآلي بيعجب كل جمهوره وبيعجب كل الرياضيين وكل المنظمة أو المنظومة الرياضية في مصر إن الآلي مش بيسيب حقه أبدا بيضلل وراها لحد ما بياخدها بس بالقانون وبالأدب دي حاجة مهمة جدا طبعا الوفد كاتب إن الآلي بيراقب الزنبي سكالة في أمم أفريقيا ويطالب فيلر بتقييم المعارين طيب المعارين أكيد طبعا الآلي بيتابعهم بشكل مستمر لكن سكالة بيتخب زنبيا اجتهادات الله أعلم إيه صحتها لكن الأهلي لما بيكون بيتابع لعب أكيد مش هقول لحد وأكيد محدش يعرف وبالتالي الاجتهادات اللي بتكتب دي أعتقد أن هي يعني بيكون فيها نوع من الأنواع الشطة كده اللي بتبقى مطلوبة في الصحافة الرديدة في مصر لكن كلها اجتهادات الأهلي عنده أربعة أفارقة لو في أي جديد أكيد هتعرفوها وأكيد هتشوفوها وأكيد تسمعوه يعني من خلال موقع رسمي ومن خلال قناة النادي الأحلي طيب تعالوا نروح نجو